اهلا بكم الى مجازي الانباء اعلنت وزارة السحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الصهيوني خمسة مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة ماضية رح ضحيتها اربعة وخمسون شهيدا واثنان وثمانون جريح وزارة السحة وفي بيان لها الجمعة اعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى ثلاثة وثلاثين الفا وواحد وتسعين شهيدا واكثر من خمسة وسبعين الفا وسبعمائة جريح منذ السابع اكتوبر الماضي مشيرة الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول تواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم هذا ووصل الاحتلال الصهيوني فجر الجمع عشان نغاراته الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما ادى لسقوط شهداء وجرحة وافدت مصادر محلية بتعرض مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى في القطاع الى قصف مدفعي كما توصل القصف المدفعي والجوي الصهيوني على احياء شرق مخيم المغازي وسط القطاع المصادر اضافت ان القصف المدفعي والغارات اسفرت عن استشهاد واصابة العديد من المواطنين منهم اطفال ونساء ولا يزال البعض منهم تحت الانقاض وفي شمال القطاع استهدفت غارات عنيفة للطائرات الحربية الصهيونية محيطة مدينة الشيخ زايد وكما استهدف طيران الاحتلال حسب مصادر محلية ليلة الخميس الى الجمعة منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة فيما طال القصف المدفعي منطقة قليبو وبتحنون هذا وتحدثت مصادر طبية في القطاع عن سقوط العديد من المواطنين واصابة اخرين جراء هذه العمليات تبنى مجلس حقوق الانسان الاممي الجمعة قرارا بحضر تصدير الاسلحة للاحتلال الصهيوني وطلب القرار الذي تم تبنيه باغلبية ثمانية وعشرين صوتا واعتراض ست دول بوقف اي مبيعات اسلحة للاحتلال على خلفية الحرب في قطاع غزة مشيرا في السياق الى المخاوف من وقوع ابادة جماعية بحق الفلسطينيين ويعتبر القرار الذي تبنى مجلس حقوق الانسان الاممي الاول من نوعه حيال حرب الابادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع اكتوبر الماضي قال الامين العام لمنظمة اطباء بلا حدود كريستوفر لوكير ان سكان غزة بحاجة الى وقف عاجل ودائم لاطلاق النار وفي مؤتمر صحفي حقده بمكتب المنظمة في جونيف شدد لوكير على ضرورة تأكد مجلس الامن الدولي من ان قرار وقف اطلاق النار الذي تبنى في وقت سابق ليس عملا مسرحيا سياسيا لا معنى له وفق تعبيره الامين العام لمنظمة اطباء بلا حدود اكد في السياق ان وكالة الامم المتحدة لغوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا تشكل العمود الفقري للاغاثة الانسانية في غزة في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني واعتقل اخرون صباح الجمعة اثر اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم نور شامس شرق مدينة الكارم وافدت مصادر محلية باستشهاد الشاب برصاص قناص صهيوني وهو على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شامس وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعد اقتحامها المدينة من محوريها الغربي والجنبي لتتمركز في جبل النصر وتفرض طوقا مشددا عليه وسط اندلاع اشتباكات عنيفة ختم المرجز للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة اسفل الشاشة الى اللقاء